الحفلات التي تحدث هنا في مهرجان العالمين بما أن كان حفلة عمر الديب ما هي الأغانين التي تحبينها عمر الديب؟ كثير قوي قوي دعك تغني يا أمر لو فيه اثنين منك أه، على فكرة الأغنية بتاعتتي يا أمر هذه الأغنية بتاعتنا وأيمن أنا أيمن بيغنيها لي على طول لا لا هيبقوا الأهرامات أه، أغنية يا أمر دي أيمن على طول في العربية نشغلة ويقعد يغنيها لي تم تغنيها لي أه؟ غنيها لي أنا غنيها لي؟ لا يا حبيبتي أبعرفش أغني أنا أبعرفش أغني أنا أبعرفش أغني بس سميعة أنا سميعة كويسة قوي ها، وأودني صوتك ليس غنى؟ لا ما يجيش منه خالص؟ ماليش أنا في الحتة زي أنا ست ممثلة وأحب التمثيل وبسمع حلوة طب لو تعرض عليكي حاجة فيها غنى دندلة والله لو ممكن أروح أتضرب ها يعني أكيد أروح بتحبي تدرسي لحاجة أنت أنا مبسوطة منك في موضوع دعرفك أنا أروح أتضرب ليه؟ لا أنا أحب أتعلم يعني ليش كيفية عدك الموهبة بس لا أنا أحب أتعلم وأطور من الموهبة يعني حتى لو أنا عندي حاجة لازم أطورها عليها عشان أش عارف أقولها لك إزاي الواحد لو فاتح محل أي محل لأي حاجة لو هو ما بيتطوروش وبيشوف إن موقس فيه ويواكب التطور اللي حواليه بسع هلاص مفترق طرق أول مرة يكتب اسمك بطولة صح بطولة آه يعني عادة أتفرج على التيترا لكي أقول لك المعلومات بطولة نوح عبدين دي أول مرة بطولة آه لا فيه حاجات كتير بصي الحمد لله بس ما كتبش بطولة بطولة المسميات حلوة وفيها نوع من أنواع التأدير شاهدت بقيت جابي غير مسأل أهو بقيت سهلة معايا بفضل يا أستاذ المسميات حلوة وفيها نوع من أنواع التأدير ولكن الأهم أن أعمل الدور حل وأركز فيه ويعجب الناس ده بالنسبة لي أنا سيفرش اسمك يكتب قبل حد أنت خبرتك أعلى أو أكيد بنعتارد طبعا وحقي طبعا أكيد بيحصل بتعملي إيه سعيتها لو زوم اللي عرفه مثلا بتكلم بقول يا جماعة أنا خبرتي أو أنا بقالي كتير أو أنا عملة دور أعلى لا وبتكلم وبقوله بالمنطق وبالأصول وفيه عقود بتتأس بإيه؟ بتتأس بإيه؟ في العقود زي ما بروح بالأجر؟ لا مش بالأجر بالعقد هو أنا ما عرفش إذا مايدي بياخده كام نعم بس بنسمع تراتيش كام بنسمع بس هو بني ما عرفين كل شوية ده بياخد كذا أنا بياخد كذا أنا ما عرفش إذا مايدي بياخده كام وما يهمنيش أنا يهمني أنا كنت باخد كام وهأخد دلوقتي كام أنا أنا بنافس نفسي فكرة إن أنا قعد أبص مين بياخد إيه ومين أنا مش دعب حد أنا ماشية مع نفسي أنا النهاردة باخد رقم وأعملت شغل ونجحت ووصل حتة معنا الحمد لله يعني مايديكيش أنت تطلعي دور تاني أهم حاجة دوري بحلو صح ويضفلي فنياً لأنه في ناس أحيانا بتتدايق في ناس أحيانا بلغة الدرجة بتقولك سنيدة لو سمعتي الكلمة دي بتعملي إيه؟ لا تعليق لأنه ده مستوى التفكير ونحن عمرنا معنا طلاقة لأنه هو في حتة وأنا في حتة مش هو ده اللي أنا يعني إنه أحيانا دور الدور التاني بيبقى أهم من البطل مش مسألة دور تاني وتاني وتاني أنا على فكرة عايز أقول لك على حاجة أنا ممكن أروح أعمل مشهد بس عشان عاجبني وأنا عايزة وشايفة أنه هيضفلي فنياً عملتيها قبل كده؟ أه طبعاً عملتها وإيه المشكلة؟ عاجبني المنتقى دي أنا مروح تهاش هتضفلي فنياً أنا عارفة أنا راح أعمل دليل كانت حساباتك صحة ولا غلط؟ والله لو أنا حساباتي غلط ما كنت شابقة قاعدة معيك هنا يا ولد حالو كده موافقة خلاش شايف عرض نصحة وزكية وإيه كمان؟ وإيه كمان؟ ما تحبيها فيك؟ معافرة بقع وبقوم وبقع وبقوم وبقع وبقوم ما بتزعلش لما أي من يشوفك بتوعي؟ ما بيتأثرش؟ بزعل بس طبيعي لازم يشوف الحياة هي الحياة كده معين علم النفسي يقول لك وفوض الأمة ما تبين لهمش أنها بتعيط ما تبين لهمش أنها حزينة ما تبين لهمش أنها ليه؟ صح الكلام ده صح؟ لا، تمسكي نفسك ازاي؟ صح الكلام ده علشان ما تأثريش عليهم وما تخوفهمش عليكي ولكن برضو لازم يشوفوا جانب الإنساني ويشوفوا أن البني آدم طبيعي أنه في لحظات بيتجيلوا فيها قوة وفي لحظات ضع إحنا بني آدمين ساعات ممكن تنهاري وتبقي ولا حاجة وفي قمة ضعفك ساعات ممكن تقوي وتبقي هتهدي الدنيا وفي قمة نجاحك هي الكون كده الكون أصلاً قايم على التغيير إحنا لما تحس أن أنت مظلومة تقولي لما تحس أن أنت مظلومة أو تظلمت تقولي أنا هنسحب؟ بصي لما بتظلم وطبيعي وبيحصل بسكت بسكت لغاية ما الدنيا تخلص كده وبعد وببقى عارفة أنه هتلف تلف مهما تلف غيال